اهلا بكم في قناتنا. النهاردة هننفذ مع بعض اه شابو او هات معمولة للبحر بالخرز. اتمنى ان نقدر اوصل لكم الفكرة وتكون سهلا ان شاء الله عليكم. اتمنى اللي اه ما اشتركش في قناتنا يريد تشترك ويريد تفعله زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبتدي مع بعض. هنستخدم النهاردة لولي مقاس تمانية وخيط ستين والمقاس بتاعنا. ويلا بينا نبتدي نشوف هنبتدي شغل ازاي. الغرزة بتاعتنا غرزة سوداسية. يعني من ست خرزات. هنجيب الخيط بتاعنا. وحنحط آآ ست خرزات في الاول في اي طرف من اطراف الخيط. تلاتة. ربعة. خمسة. وقادي الخرزة الستة. اللي هنقفل فيها طرف الخيط التاني. كده نكون عملنا اول غرزة سوداسية معنا. هنحط في طرف الخيط الشمال خرزتين. وفي الطرف اليمين. خرزتين. وحنقفل بخرزة في النص عشان نعمل الغرزة السوداسية التانية. بالشكل ده. وهكمل لحد ما اعمل عشر غرزة. سوداسية بالشكل ده. خرزتين في الطرف الشمال وخرزتين في الطرف اليمين. واحدة حقفل بها في النص. هكمل العشرة وارجع لكم. نشوف هنعمل ايه بعد. كده احنا عملنا العشر آآ غرز السوداسية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هنعمل اخر غرزة سوداسية في السطر بتاعنا. يعني هما من بدايتنا احداشر غرزة سوداسية. انا عملت العشرة وحوريكو زي هنشتغل الغرزة الحداشر مع بعض عشان نبتدي بها سطر جديد. فحنحط احنا هنا طرفين الخيط خارجين من خرزة واحدة. يعني يفضل لنا خمس خرزات عشان نكمل السوداسية. فحنحطهم كلهم في طرف الخيط واحد. هنقول ان هو مسلا الشمال مش فارقة طبعا. ادي تلاتة. اربعة. خمسة. ومعينا على طرف الخيط اللي هي ستة. كده يبقى دي ست خرزات. حطيتهم في طرف الخيط الشمال. وقفلت بالطرف اليمين. علشان ابتدي سطر جديد. فلو هناخد بالنا ونلاحظ هنلاقي ان الخيط بتاعنا او طرفين الخيط بتاعنا خرجين من السطر من فوق. بدل ما كانوا بيخرجوا من الجنب كل مرة. بقوا خرجين من فوق من السطر ما فوق. هاخد الطرف اليمين. ادخلوا في الخرزة اللي على السطر. النايمة على السطر. يبقى كده طرفين الخيط بتوعي. بقوا خرجين من الخرزتين اللي جنب بعض. دي. واللي جنبها. اللي هي دي. ودي. فكده انا معي اربع خرزة. معي خرزتين على طرفين الخيط. يبقى فضيلي عشان كمل السوداسية ان انا احط اربع خرزات هحطهم في الطرف الشمال وحقفل بالطرف اليمين وكده انا عملت اول غرزة سوداسية في السطر التاني الطرف اليمين هدخل بيه في خرزتين من على السطر من تحت انا دخلته في واحدة وحدخل في الخرزة التانية اللي جنبها كده بقى معي على طرفين الخيط تلت خرزات اللي هما اللي واخدين داية يبقى هحط في الطرف الشمال تلت خرزات واقفل بالطرف اليمين بالشكل داية هكمل لحد اخر السطر بالشكل داية الطرف اليمين هيدخل في خرزتين من على السطر من تحت والطرف الشمال هحط فيه تلت خرزات واقفل بالطرف اليمين والطرف اليمين ندخله في خرزتين على السطر وحنكمل كده لحد اخر السطر انا كده هوصلت لحد اخر السطر اخر غرزة في السطر زي ما قلنا ان الطرف اليمين هندخله في الخرزتين اللي لايمين على السطر من تحت بالشكل دا وهعكس الشغل بتاعي واقفل السطر بتاعي داية بان انا احط في الطرف الشمال اللي هو كان يمين قبل معكس الشغل هحط تلت خرزات واقفل بالطرف اليمين كده عشان ابتدي السطر الجديد بتاعي لو تلاحظوا ان احنا طلعين تناقص احنا محتاجين ان احنا نطلع السطور اللي جاية دي كلها تناقص احنا هنا ابتدينا ب11 اللي بعده هيبقى عشرة اللي بعده هيبقى تسعة وهكذا طيب هبتدي السطر التالت ازاي هدخل طرف الخيط اليمين فخرزة واحدة بس من على السطر كده يبقى انا يبقى انا دايما بابتدي السطر التاني او الجديد بابتدي ان ادخل في خرزتين وحط في الطرف الشمال اربع خرزات بالشكل داي دي بداية السطر بتاعتين انا دخل الخيط الطرف اليمين فخرزة واحدة بس على السطر وحط في الطرف الشمال اربع خرزات وبعدين الطرف اليمين المرة دي بقى هكمل لحد اخر السطر هحط او ادخل الطرف اليمين في خرزتين من على السطر من تحت وحط في الطرف الشمال لاخر كده احنا خلاص برضو وصلنا للغرزة الاخيرة هندخل الطرف اليمين في خرزتين على السطر من تحت ونقلب الشغل بتاعنا ونحط في الطرف الشمال كده احنا نهينا سطر وعملنا تناقض زي ما انتو شايفين وهنبتدي سطر جديد هندخل الطرف اليمين في خرزة واحدة على السطر ويبقى كده نقس لنا اربع خرزات هنحطهم في الطرف الشمال وحنقفل باليمين واليمين هندخله المرة دي في خرزتين على السطر من تحت ويبقى فضل لنا ثلاث خرزات هنحطهم في الطرف الشمال هنكمل بنفس الشكل داية ونطلع السطور بتاعتنا لحد ما نوصل ان اخر او عدد الغرز اللي احنا عايزين نوصله في الاخر يبقى عندنا هنا ست غرز يعني احنا هنا بدنا باحداشر اللي وراها عشرة اللي وراها تسعة اللي وراها حيبقوا تمانية اللي وراها سبعة واللي وراها ستة وحنكتفي من التناقص لحد كده هخلص بقى أنا الجزء دا وارجعه ليكو هنعمل ازاي الجزء التاني ونكمل معه بقى كده خلاص احنا خلصنا الجزء بتاعنا ابتدينا باحداشر وابتدينا نعمل تناقص عشرة تسعة تمانية سبعة لحد ما وصلنا لان احنا بقى عندنا في الاخر ست غرز سداسية هنقل بالشغل بتاعنا واللي عملناه في الجزء داية هنعمله في الجنب التاني هنيجي هنا في الجنب التاني اللي عايزين نشتغل فيه او نشتغل نبدأ فيه التناقص هندخل الخيط بتاعنا هنسيب الخرزة اللي على الحرف دي وهندخل فيه الخرزة دي واللي جنبها بالشكل داية احنا سبنا الخرزة اللي على الطرف دي ملناش دعوة بال خارجة دي احنا ببتدي من هنا سبنا الخرزة دي ودخلنا طرفين الخيط في الخرزة دي اللي جنب بعض دول وحنبتدي نفس اللي عملناه هنا هنعمله في الجزء التاني احنا كده على طرفين الخيط معنا خرزتين يبقى هندخل فيه الطرف الشمال اربع خرزات ونقفل بالطرف اليمين والطرف اليمين هندخله فيه خرزتين على السطر من تحت يبقى احنا كده معنا ثلاث خرزات على طرفين الخيط يبقى الطرف الشمال هندخل فيه ثلاث خرزات وحنقفل وحنكمل نفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا لحد ما نوصل لحد ما نوصل تناقص لحد ما يبقى عندنا ست غرز سوداسية اكمل اكمل وارجع لكم تاني انا حبيت بس الطرف التاني وحفنش الخيط بتاعي وبكده اكون خلصت الشكل بتاعي انا حفنش الخيط طبعا وبكده اكون خلصت الشكل السوداسي او الوحدة السوداسية بتاعتي المكونة من بداية 11 سطر وابتدينا نعمل تناقص في الاطراق في الجنب بداية لحد ما وصلنا لستة والجنب التاني عملنا فيه تناقص لحد ما وصلنا لست غرز انا حفنش خيطي وبنرجع نشوف هنكمل مع بعض كده احنا بعد ما خلصنا الشكل بتاعنا وعلشان نتأكد ان هو صح احنا عملنا شكل سوداسي من ست اضلاع كل ضلع هنلاقيه عبارة عن ستة وحدات سوداسية كده نتأكد ان احنا ماشيين صح والشيب بتاعنا مظبوط والشكل بتاعنا تمام هنبتدي نشتغل الجسم بتاع الشبوء او الهاد بتاعتنا هناخد اي خرزة في الجنب هنبتدي من الجنب ونحط في اول خرزة الخيط بتاعنا طرف الخيط بتاعنا ونبتدي نركز بقى من هنا لان هنا شغل مختلف شوية اه احنا حطينا في خرزة واحدة وهنبتدي نعمل اول اه غرزة هتبقى غرزة خماسية يعني عبارة عن خمس خرزات احنا معينا خرزة على طرفين الخيط فهنحط اربع خرزات في الطرف الشمال وحنقفل بالطرف اليمين كده احنا عملنا غرزة خماسية في اول كورنر احنا هنشتغل في كل الجوانب او هنشتغل فيها غرزة خماسية وحندخل خطنا الطرف اليمين هندخله في الخرزة التانية اللي على السطر اللي وراها على طول واللي وراها يعني هندخل طرف الخيط اليمين في خرزتين من على السطر يبقى احنا ابتدينا الاول ان احنا دخلنا الخيط بتاعنا في خرزة واحدة بس وحطينا وعملنا غرزة خماسية حطينا اربع خرزات في الطرف الشمال وقفلنا بالطرف اليمين وبعدين دخلنا طرف اليمين في الخرزتين اللي يمين على السطر من تحت وحنعمل غرزة سوداسية هنا معنا التلت خرزات على طرفين الخيط فيبقى فضل لنا التلت خرزات هنحطهم في الطرف الشمال وحنقفل بالطرف اليمين وكده عملنا غرزة سوداسية والطرف اليمين هندخله في الخرزتين اللي يمين على السطر من تحت هكمل لحد ما وصل لقبل الكورنر وارجعلكم طبعا هنكمل بنفس الاسلوب ان احنا هنحط تلت خرزات في الطرف الشمال ونقفل باليمين والطرف اليمين هدخله في خرزتين على السطر من تحت وهكذا لحد ما نوصل لقبل الاخر وارجع هنا مع بعض لو نعد عشان تبقوا انتم كمان عارفين العدد احنا عملنا اول واحدة هنا غرزة خماسية وبعد كده مشينا واحد اثنين تلاتة اربعة اربعة غرز سوداسية وبعدين الطرف اليمين هندخله في خرزتين من على السطر من تحت بالشكل ده ادي واحدة وادي التانية وحنشتغل كمان غرزة سوداسية يعني هنحط تلات خرزات عشان احنا معنا تلات خرزات على طرف الخيط بالشكل ده كده بقى معنا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة خمس غرز سوداسية واحدة في الاول خمسين بعد ما عملت خمس غرز سوداسية هدخل طرف الخيط بتاعي في خرزة واحدة بس طرف الخيط اليمين هدخله في خرزة واحدة بس ويبقى معايا على طرفين الخيط خرزتين يبقى هعمل غرزة خماسية عشان ده كورنر التاني او كورنر اللي بعده فححط تلات خرزات انا معايا خرزتين طلع منهم طرفين الخيط عشان اعمل غرزة خماسية محتاجة ان انا احط تلات خرزات في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين وبعدين هدخل طرف الخيط اليمين في خرزتين من على السطر من تحت نركز اهم حاجة في العدد عشان ما نتلخبط وبعدين هعمل غرز سداسية لحد اخر السطر هحط تلات خرزات في الطرف الشمال واقفل في الطرف اليمين والطرف اليمين هدخله في خرزتين على السطر من تحت واحط تلات خرزات وهكذا لحد ماوصل للكورنر التاني انا هنا وصلت للكورنر التاني هدخل طرف الخيط في خرز اليمين في خرزة واحدة بس واشتغل غرزة خماسية معايا خرزتين طلع منهم طرفين الخيط انا محتاجة احط في الطرف الشمال تلات خرزات عشان اكون غرزة خماسية بالشكل بالشكل طيب ممكن حد يجي يقول انا مش عارف افرق الغرزة الخماسية يعني افين اعمل الغرزة الخماسية هقولك اسهل طريقة احنا ابتدينا من الكورنر الاوليني وعملنا غرزة خماسية لو عدتي هنا هتلاقي فيه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس غرز سوداسية بعدها عملت خماسية وهنا نفس الحكاية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس غرز سوداسية بعدها عملت غرزة خماسية هنا هشتغل خمس غرز سوداسية وبعدها اعمل الستة اه اصفة هشتغل خمس غرز سوداسية وهشتغل الكورنر خماسي بعد كده هقلب الشغل واشتغل هنا خمس غرز سداسية وكورنر خماسي وهكذا فانت لو خايف ان انت تشتغلي وتطلق بطي عدي الغرز بتاعتك بعد اول واحدة خماسية هشتغل خمسة سداسي والستة هتبقى خماسي اول واحدة خماسية خمسة سداسي واحدة خماسي خمسة سداسي واحدة خماسية وهكذا تمام طيب احنا عرفنا خلاص طريقة الشغل عشان ما طولش عليكم الفيديو بعد ما اشتغلنا الخماسية هندخل طرف الخيط اليمين في خرستين من على السطر من تحت وحنشتغل خمس غرز سداسية ووحدة خماسية ونقلب خمسة سداسية ووحدة خماسية خمسة سداسية ووحدة خمسة سداسية ووحدة خماسية وهنا هيبقوا خمسة سداسيين وحنقفلهم هنا اول بقى ما اوصل هنا حاجة يوريكم ازاي هنقفل السطر اول السطر بنهاية السطر هنا بعد ما وصلنا للاخر خلاص دي اخر غرزة في السطر الاخير بتاعنا الخيط بتاعنا خالج من خرزة دي هندخل الطرف اليمين فيه التلات خرزات فيه اتنين على السطر وواحدة قايمة ادي التانية وادي التالتة يبقى احنا كده معينا على طرفين الخيط اربع خرزات هنقفلها غرزة سداسية فهنحط خرزتين في الطرف الشمال وهنقفل بالطرف اليمين وبكده نبقى احنا خلصنا الشكل بتاعنا عملنا في الاركان خمس غرز غرزة اسفة خماسية لو عدناهم حلقهم ستة في كل الركن غرزة سداسية خماسية وباقيت الغرز سداسية عادية طيب وبعدين هنبتدي نشتغل عادي جدا غرز سداسية فوق الشكل ده كله احنا وقفين اهو الخيط بتاعنا خالج من الخرزة دي همشي الطرف اليمين فخرزة واحدة على السطر وانا عايزة اعمل غرزة سداسية يبقى انا كده معي خرزتين على طرفين الخيط يبقى انا فضيلي اربع خرزات هحطهم في الطرف الشمال وحقفل بالطرف اليمين كده انا عملت اول غرزة سداسية وبعدين هدخل الخيط بتاعي الطرف اليمين هدخلوه في خرزتين على السطر من تحت يبقى انا معايا تلت خرزات على طرفين الخيط يبقى انا محتاجة عشان اقفل الغرزة السداسية بتاعتي ان انا احط تلت خرزات في الطرف الشمال واقفل بالطرف اليمين ابتدت اهو تاخد الشكل بتاعنا الطرف اليمين هدخلو في خرزتين على السطر من تحت وهحط تلت خرزات في الطرف الشمال وهشتغل بنفس الطريقة دا يرمي دور لحد ما وصل لأول غرزة اشتغلتها حواليكم ازاي هنقفل فيها احنا هنا وصلنا للاخر خلاص دي اخر غرزة في السطر بتاعنا فهندخل طرف الخيط اليمين في خرزتين يمين من على السطر وهي خرزة وهي خرزة التانية والتالتة القائمة بتاعتهم وكده احنا معنا اربع خرزات على طرفنا الخيط فهنحط خرزتين ونبقى قفلنا الغرزة السوداسية بتاعتنا خلصنا السطر ديت هنبتدي السطر التاني بتاعنا طبعا هي هي شكلها ابتدى يبان بس طبعا لسه احتطول هنبتدي بقى احنا خلصنا السطر اللي فات ده كله سوداسي هنبتدي كمان السطر اللي جاي ده كله سوداسي احنا نشتغل بعد كده كلها ادوار سوداسية هندخل الطرف اليمين في خرزة واحدة من على السطر وكده احنا معنا خرزتين على طرفين الخيط فهنحط اربع خرزات عشان نكملها سوداسية هنحطها في الطرف الشمال ونقفل باليمين بالشكل ديت وبعدين الطرف اليمين ندخلوا في خرزتين نقمن على السطر من تحت ونحط تلات خرزات في الطرف الشمال ونقفل بالطرف اليمين وحنكمل بنفس الاسلوب نحنا ندخل الطرف اليمين في خرزتين على السطر ونحط تلاتة في الشمال ونقفل وهكذا لحد ما نقفل في السطر بداية السطر اللي احنا عملناها وهنكمل كده انا هكمل بقى كزا دور لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزاها وارجع واريكوا بقى شكلها ازاي وقال لكم اشتغلنا كم سطر ارتفاع كده احنا خلاص طلعنا بالطول اللي احنا عايزينه احنا بعد ما طلعنا بالسطر اللي فيه غرز خمسة احنا قلنا فيه هنا سطر اشتغلنا فيه غرز خماسية غرزة خماسية من كل جنب طلعنا بعده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فلعنا بعده خمس سطور سداسية كلها عادي جدا ما فيهاش اي مشاكل طيب دلوقتي احنا كده نشتغل الجزء بقى العريض احنا هو الخيط بتاعنا خارج من خرزة هنشتغل الجزء ده كله رباعي هنحط تلات خرزات في الطرف الشمال ونقفل بالطرف اليمين فبقى عندنا كده هندخل الطرف ده في الخرزة النايمة على السطر من تحت بالشكل بقى عندنا كده في الطرف اللي برة ديت هنحط فيه خرزتين عشان احنا معينا على طرفين الخيط خرزتين ونقفل بالطرف التاني ونشت ونعمل نفس الحكاية هندخل الطرف ديت فيه الخرزة اللي عليها تدور في السطر من تحت ونحط في الطرف اللي برة ديت خرزتين ونقفل ونكمل السطر ده هيبقى واقف كده او نايم كده بالشكل ده سيفان طبعاً لما نشتغل عليه ونشتغل عليه دورين او 3 تانين على حسب العرض اللي انت عايزاه ونرجع مع بعض حبيت بس واريكو احنا اشتغلنا ازاي هتلاقي ان الخرز في اول سطر راكب على بعضه عشان المفروض ان احنا كنشغلين سداسي وبعدين نبتد انا نشتغل رباعي فحتلاقي زي ما يكون فيه خرصتين كده خرزة مش عارفة بينالكو ولا خرزة داخل كده الجوة او طلع كده والباقي داخل الجوة ما تلاقيش هي الموديل الاصلي حتى اللي في الصورة اللي نزلة من على النت لو ركزتي هتلاقي ان الشكل عامل كده فما تلاقيش ده هيتزبط في السطر التاني وبعدين هنا احنا حبيت اواريكو برضو هنقفل اخر غرزتين مع بعض ازاي? احنا وصلنا هون. هنحط هنا في الطرف خرصتين. وحنقفل بالطرف التاني. كده. واضح. وبعدين هنا اخر غرزة بقى هندخل الطرف دايد في الخرزة النايمة على السطر من تحت. وفي الخرزة القائمة اللي بتدينا بيها اول السطر. كده هيبقى معنا تلات خرزات على طرفين الخيط فحنحط الخرزة واحدة بس. فاي طرف من الاطراف ونقفل به الطرف التاني. وبكده نكون خلصنا السطر الاولين. السطر التاني هنشتغل عادي جدا. ادي عندنا خرزة طالع منها طرفين الخيط. هنحط تلات خرزات في الطرف الشمال. وحنقفل بالطرف اليمين. بالشكل دا اهو. والطرف اليمين هندخله في الخرزة اللي على السطر من تحت. وحنبتدي نحط في الطرف الشمال خرزتين. بالشكل دا دا. ونقفل باليمين. وهنكمل بالشكل دا. دا الميدور ممكن نعمل سطرين تلاتة اربعة على حسب العرض اللي انت حابه. آآ اخلص ونرجع لكم. خلاص احنا خلصنا الجزء بتاع الاخير اللي احنا عملناه. وده شكل الهات من برة. وشكلها او الشبوب بتاعنا. وده شكلها آآ من جوة. آآ انا اشتغلت هنا العرض بتاع السطور دي اشتغلت اربعة سطور. فممكن انت تكبريها. المقاس دا مناسب آآ ليه الهما الشباب. مسلا لحد سنة عشرين خمسة وعشرين سنة. بعد كده هتحتاجي ان انت تكبري آآ المقاس. نفس البداية هي هي. بس هنطول في طول السطور اللي على الجنب اللي احنا اشتغلناها النازلة دي. انا هنا اشتغلت خمس سطور. لا احنا هنخليهم لو عايزينها المقاس اكبر. هنخليهم سبعة. ولازم بالمقابل ان احنا نزود السطور دي كمان. نخليها آآ مثلا سبعة هي كمان. او تمانية. آآ المقاس بتاع الشابو نفسه من فوق او البداية نفسها هي هي. لو انا عايزة اعملها المقاس كبار. لو انا عايزة اعملها المقاس اطفال بقى خالص مثلا اربع خمس سنين. اكيد طبعا المقاس دا هيبقى كبيرة عليهم فحقلل المقاس. اهم حاجة ان انت تعملي مقاس فردي. يعني السطر بتاع البداية بتاعك اللي هو احنا هنا عملنا 11. انت تعمليه فردي. ممكن تخليه تسع تخليه سبعة. وفي المقابل النهاية هتقل يعني احنا هنا ابتدينا ب11 وقفلنا على ستة. لو احنا هنعمل آآ البداية تسعة هنقفل على خمسة. لو احنا عملنا البداية سبعة هنقفل على اربع. اه ايه تاني? بس دي كل اللي احنا عايزين نقوله. طبعا انا هنا في الاخر هحاول اه اغير شوية في شكلها. في هزينها بسلسلة. عندي السلسلة المعدن دي. انا هجيب السلسلة. وهلفها على الشابو كده. كشكل يعني طبعا هي لو كانت ذهبي كده هتبقى احسن بس انا ما عنديش. اهي كده. ويه? حقفل. السلسلة بتاع دي. كده احنا ركبنا السلسلة بتاعتنا مش عارفة يا باينا لكل لا. لو كانت ذهبي كانت حتى بان اكتر. وبنقفلها على قد الهات بتاعتنا او الشابو بتاعنا. اه طبعا اتمنى ان الفكرة تكونوا استطلقوا. واتمنى ان هي تكون سهلة. لو عندكم اي سؤال او استفصال ابعطونا على اه القناة. او ابعطونا على صفحة. واتمنى ان الفيديو اه يعجبكو. واكتبونا تعليقاتكو. وياريت تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة. واشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.